توكتلي الموسم لجاي المفروض يبقى فيه صفاقات مين هيعملها؟ مين هيعمل الصفاقات؟ عايزة عارف مين هيعمل الصفاقات تحت الموسم القادر اللي هيبقى موجود بيعمل الصفاقات؟ اللي هو مين بقى؟ لو حد عنده أجابة يجاوز من عايزة عارف فقط مين؟ عشان مش عايزونا خش في الملف ده خلي يأني كيف ما هو فأنا مش خش في الملف ده مستعاني الكلم فيها بشكل اكبر يا كابتنت في العالم كله بيحصل انتخابات وإدارات بتمشي وإدارات بتيجي أنا بكلم على فكرة اللقات اللي هكي رجولك دوت مش نادي الزمالك بس أنا بكلمك عن نادي الزمالك والأهل والإسماعيل وبقى نادي ليه دايماً إحنا عندنا الإدارة دخلة في الفرقة يعني دايماً إنت فاهم أنا عايف أنت متطلع بره في فرقة فيه الراجل اللي هو المدير الرياضي فيه اللعيبة وبيحصل بقى فوق اللي بيحصل وناس بتروح وناس بتيجي ملاقاش علاقة الفرقة خالص لحد إمتى هيحصل التداخل ده اللي بيأصل على كل الفرق وبرضه مش الزمالك لوحده لغاية ما تشغل كل واحد تشغل أحسن واحد في كل مكان ببساطة شغل أحسن واحد في اللي عندك في كل مكان يعني النهاردة مثلاً برنامج بتعرق مع شرق على شاشة القناة الأول هاتلي العشرة وخمستاشر وعشرين مقدم برامج اللي موجود هاتلي أحسن واحد فيه ونجح يقدم صح هات أفضل رئيس تحرير أحسن رئيس تحرير صح يقدم مش عشان بقى هاتلي أحسن محلل صح يقدم صح لو جبت الكفاءات الأحسن في كل مكان في كل مكان وخبالك لازم تنجح لازم تنجح لانه الأفضل فبالتالي هيضيف للمكان وانت بقى كواحد بتدير حط لهم الاستراتيج اللي انت عايز تحققها ايه أنا التارجد بتاعي ايه ويسيبه هو يدير مش لا ما تسيبوش يدير لا يعني شجوع على الاستراتيج حط الجوب ديسكريبشن بتاعك طبعا ويسيبه على الاستراتيج اللي انت حدثها سيبه يدير الجوب ديسكريبشن اللي هو ايه المواصفات الوظيفية يعني كريم انت راجل ايه موزيع موزيع ليش تقعب الاعداد هات اه تدخلش في الاعداد دي مسؤولية مين رئيس تحرير صحيح رئيس تحرير معاك واحد لغياضة ومعاك واحد للفن ومعاك واحد لمشاهد المخربة لصورة واحد كذا ونشتغل طيب